موسيقى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين عن سيد الشهداء الإمام الحسين عليه السلام وإن الدنيا قد تغيرت وتنكرت وأدبر معروفها ولم يبقى منها إلا صبابة كصبابة الإناء وخسيس عيش كالمرع الوبيل ألا ترون إلى الحق لا يهمل به وإلى الباطل لا يتناهى عنه فليرغب المؤمن في لقاء ربه محقا فإن لا أرى الموت إلا سعادة والحياة مع الظالمين إلا برما من كلام لسيد الشهداء أبي عبد الله الحسين سلام الله عليه قال وإن الدنيا قد تغيرت وتنكرت وأدبر معروفها ولم يبقى منها إلا صبابة كصبابة الإناء ولم يبقى منها إلا صبابة كصبابة الإناء وخسيس عيش كالمرع الوبيل ألا ترون إلى الحق لا يعمل به وإلى الباطل لا يتناهى عنه فليرغب المؤمن في لقاء ربه محقا فإني لا أرى الموت إلا سعادة والحياة مع الظالمين إلا برما في كلام الحسين سلام الله عليه هناك ثلاثة مقاطع مهمة ينبغي أن نقف عندها ونتأمل فيها في المقطع الأول يشير الإمام الحسين سلام الله عليه في وصيته هذه إلى الحياة الدنيا وإلى طبيعة الحياة الدنيا وتفاهة الحياة الدنيا والحياة الدنيا الواقع أنها كسمها هي حياة دنيا وليست حياة عليا وذلك إذا ما لاحظنا أمد الحياة الدنيا وطبيعة الحياة الدنيا إذا ما لاحظنا كلا هذين الأمرين سوف يتضح لنا تفاهة الحياة الدنيا ودنو الحياة الدنيا الأمر الأول أمد الحياة الدنيا والأمر الثاني طبيعة الحياة الدنيا فيما يتعلق بالأمر الأول الحياة الدنيا حياة قصيرة حياة ثانية لأن الله تبارك وتعالى لم يخلق الحياة الدنيا للبقاء وإنما خلقها للفناء الآخرة دار البقاء وما الحياة الدنيا إلا قنطرة على حد تعبير أبي عبد الله الحسين سلام الله عليه أو ممر على حد تعبير بعض الأحاديث الشريفة الحياة الدنيا محطة من المحطات التي يقف عندها الإنسان فترة من الفترات ثم ينتقل عنها إلى محطة أخرى أيضا يمكث فيها قليلا أو كثيرا ثم ينتقل إلى محطة أخرى إلى أن يصل إلى مقره ومستقره مقر الإنسان الآخرة مستقر الإنسان الآخرة والإنسان مسافر إلى ذلك المقر وذلك المستقر كما أن الإنسان مسافر في حياته الدنيا كذلك هو مسافر من حياته الدنيا الإنسان له سفران سفر في حياته الدنيا وسفر من حياته الدنيا سفره في حياته الدنيا ينتقل من منطقة إلى منطقة ومن مدينة إلى مدينة ومن بلد إلى بلد في سفره هذا يوجد مبدأ ينطلق منه ومقصد يقصده وبين المبدأ والمقصد توجد هناك مجموعة من المحطات التي يقف عندها الإنسان ليستريح قليلا لكي يتزود بالزاد والوقود ثم ينطلق يقف عند محطة أخرى وهكذا يتابع سيره إلى أن يصل إلى مقره كذلك في سفره عن الحياة الدنيا لأننا مسافرون وضاعنون عن الحياة الدنيا مقرنا مقصدنا الآخرة وهناك مجموعة من المحطات عالم الرحم عالم الحياة الدنيا عالم البرزخ هذه كلها محطات يقف عندها الإنسان ثم ينتقل منها إلى الآخرة التي تمثل المقر والمستقر للإنسان فلهذا الحياة خلقت كمحطة كموقف من المواقف كما مر من الممرات وكقنطرة على حد تعبير الإمام الحسين سلام الله عليه جسر يعبر من خلاله الإنسان إلى داره الأخرى فإذن الحياة من ناحية أمدها هي قصيرة الأمد ومهما طال عمر الإنسان في هذه الحياة فيبقى هذا العمر عمرا قصيرا وجيزا والإنسان عندما يقف على رأسه ملك الموت يشعر بهذه الحياة التي يعتبرها طويلة هذه الحياة التي عاشها ينظر إليها وكأنها طيف مر به وكأنها سحابة صيف وسرعان من قشعت هذا فيما يرتبط بأمدها فهي قصيرة الأمد هي فانية زائلة والإنسان فيها مرتحل وأما ما يرتبط بعيشها وبطبيعتها فكذلك هي حياة دنيا لأن عيش الحياة الدنيا ليس عيشا كريما عيش الحياة الدنيا مليء بالأكدار مليء بالمناغصات ولذلك قل من تجد من الناس مرتاحا في حياته وراضيا عن حياته حتى أولئك الذين يملكون أرصدة ضخمة الواقع كل من تلقاه يشكو دهره ليت شعري هذه الدنيا لمن فطبيعة الحياة الدنيا أن عيشها ليس عيشا صافيا مليء بالمناغصات مليء بالمكدرات يا أيها هذا الذي قد غره الأمل ودون ما يأمل التنغيص والعلل ألم تر أنما الدنيا وساكنها كمنزل الركب حل ثم ترحل حتوفها رصد وعيشها نكد وصفها كدر وملكها دول بينما فإذن الحياة الدنيا على مستوى طبيعة العيش فيها ليست دارا كريمة وليست دارا مريحة وليست دارا هنيئة للإنسان وعلى مستوى عمرها وأمدها ومدتها هي زائلة فانية وقصيرة الأمد بخلاف الآخرة الآخرة تختلف عن الحياة الدنيا في كل الأمر ولهذا القرآن الكريم يقول بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى أشار إلى كلا الأمرين خير يعني عيشها خير من عيش الدنيا لأن إذا كان عيش الدنيا مليء بالمنغصات والمكدرات من هرم وشيخوخة ومرض وفقر إلى آخره فإن عيش الآخرة عيش صافي لا مكدرة فيه فهي خير وهي أبقى يعني إذا كان عيش الدنيا ومدة الدنيا قصيرة فإن الآخرة الواقع باقية وخالدة والإنسان خالد فيها الإمام الحسين سلام الله عليه في البداية يشير إلى هذا المعنى وقد أشار إليه أبوه أمير المؤمنين سلام الله عليه عندما قال يا دنيا غري غيري لقد طلقتك أو أبنتك ثلاثا لا رجعت لي فيها أما عمرك فقصير وأما عيشك فحقير هذا إشارة إلى الأمرين إلى أمدها قصير وإلى عيشها حقير الإمام الحسين عليه السلام في البداية يشير إلى هذا المعنى أشار إلى قصير أمدها وفنائها وقلة مدتها بقوله ولم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء والصبابة هي الفضلة التي تبقى في الإناء البقية التي تبقى في الإناء عندما يشرب به الإنسان يعني لو شربت إناء من الماء قدحا من الماء هذا الباقي بعدما تشرب وتنهي شربك هذا المقدار الباقي في الإناء هذا يسمى صبابة الإمام الحسين سلام الله عليه يشبه الحياة الدنيا بهذا المقدار من القلة يقول الحياة الدنيا على رغم أن الإنسان يمد فيها أمله ويظن أنه خالد فيها إلا أنه الواقع الحياة الدنيا عمرها أمدها مدتها قليل جداً التي تبقى في الإناء كيف أن هذه الصبابة شيء قليل تافه لا يلتفت إليه أحد كذلك الحياة الدنيا الواقع مهما طالت ومهما طال عمر الإنسان فيها هو قليل وقد قيل لنوح سلام الله عليه وهو أطول الأنبياء عمراً كيف رأيت الدنيا؟ قال كدار لها بابان دخلت من أحدهما وخرجت من الآخر وأشار الإمام الحسين عليه السلام إلى الأمر الثاني وهو طبيعة عيش الدنيا لأننا قلنا بأن الدنيا على مستوى عمرها وأمدها دنيا وعلى مستوى طبيعة عيشها أشار بقوله لم يبق منها إلا صبابة إلى المعنى الأول أن مدتها قصيرة وإلى كون عيشها عيشاً حقيراً وتافهاً وتعيساً وبئيساً أشار بالفقرة الثانية وخسيس مرعاً أو خسيس عيش كالمرع الوبيل أشار إلى خسة عيشها ألا وإن الدنيا قد تغيرت وتنكرت وأدبر معروفها ولم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإنى وخسيس عيش كالمرع الوبيل يعني الحياة الدنيا الواقع أن عيشها كالمرع الوبيل لأنه لا تنال نعمة إلا بفراق أخرى كما ورد في الحديث الشريف هذا الحديث حديث الإمام الحسين عليه السلام عن الحياة الدنيا بصورة عام الحياة الدنيا هكذا طبيعتها هكذا خلقها الله تبارك وتعالى ولكن هذه الحياة الدنيا مرة تكون تحت حكومة الصالحين يعني الإنسان مرة يعيش حياته الدنيا في ظل حكومة الصالحين ومرة في ظل حكومة الظالمين إذا عاش الإنسان حياته الدنيا في ظل حكومة الصالحين فإنه سوف يشعر بشيء من الكرام يشعر بشيء من الأمن يشعر بشيء من الراحة يشعر بشيء من الطمئنين وإن كانت هذه الراحة وهذه الطمئنين وهذا الأمن هو أمن النسبي لأننا قلنا بأن الدنيا لم تخلق لذلك الدنيا دار بالبلاء محفوفة وبالغدر معروفة كما يقول أمير المؤمنين عليه السلام ولكن كرامة نسبية أمن نسبي راحة نسبية الإنسان في ظل حكومة الصالحين الإنسان المؤمن يعيش كريما في هذه الدولة بينما الإنسان إذا عاش في ظل حكومة الظالمين فإنه يفقد كرامة العيش تتحول الحياة الدنيا إلى سجن مرير الظالمون يحولون دنيا الأنام إلى جحيم لا يطاق وقد رأينا ذلك وجربنا العيشة والحياة في ظل حكومة بعض الظالمين ورأينا تلك الحياة لا لون لها ولا طعم ولا يشعر الإنسان ولا يستلذ بشيء منها لا في يقضة ولا في نوم الإمام الحسين عليه السلام يتحدث عن طبيعة الحياة الدنيا ولكنه يلمح ويشير إلى المرحلة وإلى المقطع الزمني الذي عاش فيه والذي كان تحت حكومة الظالمين وحكومة المستبدين الظالمون والمستبدون الذين عاصرهم الإمام الحسين سلام الله عليه حولوا الحياة الدنيا حولوها إلى حياة بئيسة تعيسة وحولوا عيشها إلى عيش خسيس كالمرع الوبيل المرع الوبيل هو لأنه المرع تارة يكون مرعا ممرعا مخضرا مونقا ومرة لا المرع قاحل جاف وبيء وخيم كما هو واضح الحياة الدنيا في ظل حكومة الظالمين وخصوصا أولئك الذين عاصرهم الإمام الحسين عليه السلام حولوا الدنيا إلى مرعا وبيل حولوا عيشها إلى عيش خسيس بحيث الإنسان المؤمن في ذلك الزمن لم يكن يشعر بكرامته ولم يكن يشعر بحرية ولا يشعر بقيمته الإنسانية أساسا الإمام الحسين سلام الله عليه ذكر هذا كمقدم لينتقل إلى المقدمة الأخرى ما هي المقدمة الأخرى؟ قال ألا ترون إلى الحال وإلى الباطل لا يتناهى عنه كأنه الإمام الحسين سلام الله عليه يريد أن يخبرهم أيها الناس هذه الحياة التي ترونها وهذه الحياة البئيسة وهذه الحياة التعيسة التي تعيشونها في ظل الظالمين أتدرون ما سببها؟ ما علة ذلك؟ علة ذلك أن الناس لا تعمل بالحق ولا تنتهي عن الباطل كلام الإمام الحسين عليه السلام فيه دقة فيه تناسق شيء يؤدي إلى شيء آخر لأنه الناس المجتمع النخبة من الأمة إذا لم تعمل بالحق ولم تحمل الحق ولم تناصر الحق فذلك سوف يؤدي إلى استبداد واستئثار واستفراد الظالمين بالساحة وعند ذلك يسخرون الساحة لمصالحهم الخاصة وتبقى الطبق الكبير والشريحة الكبيرة من المجتمع شريحة متخلفة محرومة تعيش في مرعا وبيل كما يقول الإمام الحسين عليه السلام متى تتحول الدنيا إلى مرعا وبيل متى يتحول عيشها إلى عيش خسيس عندما يسيطر الظالمون والمستبدون على الحياة يأتي السؤال ثانية متى يسيطر الظالمون والمستبدون ويستفردون بحكم الساحة والمجتمع وذلك عندما لا يتناهى الناس عن الباطل ولا يأتمرون بالحق فالأمة إذا عرفت الحق وعملت بالحق وحملت الحق شعارا وفكرا وسلوكا ودافعت عن الحق وبذلت الغالي والثمين من أجل الحق هذه الأمة سوف لن تظلم وسوف لن تهضم ولن تنتهى كرامتها أو تسحق حريتها وسوف لن تعيش كما تعيش الأنعام في مرعا وبيل في عيش خسيس ولهذا الإمام الحسين عليه السلام كأنه يريد أن يستنهض الأمة أيتها الأمة إن الفساد يسود عندما تسكتون عندما تسكتون عن الفساد أمن الشر بأسنا فتمادى وسكتنا عن الفساد فسادا لما تخلل الساحة من الصالحين سوف تملأ بالظالمين لأنه الساحة لا بد أن تملأ إما أن يملأها الصالحون فيحولون حياة الناس إلى حياة كريمة وأما أن ينعزل الصالحون ويقفون موقفا سلبيا انعزاليا ويتقوقعون في زوايا حجرهم فحين ذاك الساحة لا تبقى فارغة تملأ ولكن من الذي يملأها؟ يملأها الظالمون وإذا ما ملأها الظالمون حولوها إلى عيش وبيل خسيس كالمرعل الوبيل فالحسين عليه السلام يشير إلى هذا المعنى إذا أردتم العيش الكريم فعليكم أن تعملوا بالحق أن تقفوا إلى جانب الحق طيب الوقوف إلى جانب الحق يحتاج إلى ثمن لأنه الحق قد يكلفك وقتك قد يكلفك راحتك قد يكلفك دمك هل أنت على استعداد إلى أن تبذل كل هذه الأشياء من أجل الحق؟ الحسين عليه السلام يقول إن الأمة إنما عاشت هذه الحياة البئيسة لأنها تركت الحق وتركت الحق لماذا؟ لأنها كانت تخشى من دفع الثمن ولهذا كان يقول لهم الحسين عليه السلام بعد هذا المقطع يقول لهم فليرغب المؤمن في لقاء ربه أنتم راضون بهذه الحياة أنتم لا تقفون أمام الحق ومع الحق لماذا؟ لأنكم تخشون الثمن الثمن باهظ تخشون الموت الإمام الحسين عليه السلام لاحظة تسلسل في كلام الإمام سلام الله عليه الإمام الحسين عليه السلام يقول لهم لا تخشوا المنية في سبيل الحق لا تخشوا المنية في سبيل الحق لا أقل أن المنية تقربكم من الله تبارك وتعالى لأنه مشكلة أعزائي مشكلة الذين تخلوا عن الحسين عليه السلام ماذا؟ مشكلتهم شيئان الشيء الأول حب الدنيا الناس عبيد الدنيا والدين لعخ على ألسنتهم والمشكلة الثانية أنهم كانوا يخافون من المنية عبيد الله بن الحر الجعفي الذي تخلى عن الإمام الحسين سلام الله عليه ولم ينصر أبا عبد الله ولم يقف إلى جانب الحق في جبهة الحسين ما كان دافعه إلى ذلك لا يعلم فضل الحسين؟ لا قال للحسين والله إني لا أعلم أن السعيد من شايعك وبايعك أنا أعلم يا أبا عبد الله أنك على الحق وأن السعيد من مشى في دربك ونهجك قال إذن لماذا لا تنصرني؟ قال إن نفسي لا تطاوعني بالموت التخلف عن ركب الحسين وعن ركب أهل البيت وعن ركب الحق له سببا الطعب الدنيا الناس عبيد الدنيا كما شار الحسين يقف من الحمار الحسين عليه السلام قال الموت في كبيل الحياة الكريمة عش أو مت وأنتم طعن القنة وخفق البنودي فإذن الإمام عليه السلام قال لهم إذا أردتم أن تتخلصوا من هذا الشقاء عليكم أن تقفوا تقولوا قولة الحق وتلتزموا جانب الحق وإذا كان الحق يتطلب أو يطلب منكم ثمنا فادفعوا هذا الثمن لأن الثمن والموت يقربكم من الله فيه لقاء الله وعلى الإنسان المؤمن أن يرغب بلقاء الله تبارك وتعالى ولهذا قال فليرغب المؤمن في لقاء ربه فإني لا أرى الموت إلا سعادة والحياة مع الظالمين إلا برما الحياة مع الظالمين هي الموت والشهادة في سبيل الحق وفي سبيل الكرام هي الحياة اطلبوا الموت تعطون الحياة لكن لا كل موت وإنما الموت من أجل هدف ومن أجل مبدأ ومن أجل قضية سامية ترتفع بالإنسان إلى أن يعيش عيش الكرام وعيشة كريمة والحمد لله رب العالمين الإمام الحسين عليه السلام يقول إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جد رسول الله فخط أهل البيت منهج أهل البيت هو منهج الإصلاح بل منهج الأنبياء سلام الله عليهم هو منهج الإصلاح يقول القرآن الكريم عن لسان شعيب سلام الله عليه إن أريد إلا ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر